موسيقى بدعوه لمسيره وبإطلاق كتاب مع ندوه ونقاش نحكي كلمتان عنه وتصور بيحمله أكثر من كلمتان رح نرجع لها بالآخر نحن نحكي عن شرب النحاس كشخص تكون فكره السياسي وشو العوامل اللي حفزته يروح للمحل اللي راح فيه فكريا وفعليا نعم نحن اسبوع اللي بينتهي بـ 23 الشهر 22 كنون الثاني عم نحاول نثبت فيه مسألة اللي بنتصور انه التغاضي عنا إجرام اللي هي انه بعد ما أصيبت السلطة بتعطل الدور المالي وعيت ورجعت آلة فيت وحصنت الحلقة المالية ونظمت هجوم مضاد عن الناس هذا الهجوم المضاد أحرز نتائج للأسف انتصارات حلقتين منه أساسيتين ترويد الناس تيرضوا بالإفلاس بحجة الدعم نكب خمسة عشرين مليار دولار خلوا العالم يوصلوا لمحل انه خلي الأسعار تطلع أفضل من انه يكون مقطوع البطاعة رضيوا الناس بكلفة استثنائية بتعمر لبنان مرتين بتأمن التغطية الصحية عشرين سنة هذا ما إجاب الغلط هذا قرار والشغل الثاني انه استقدموا بلهفة كل نزاعات الإقليم والعالم حتى محلما أطراف هالنزاع الفعليين عم يتفاوضوا يبسوا جو من الألأ والخوف يلي كمان بيساهموا بالطرويد ويلي عم بيترجموا بعودة الأطروحات التقسمية والحربية وما شبه ارتاحوا لهذين الانتصارين وقرروا ينصاعوا لتكليف خارجي له عنوانين متلازمين سندوا النقد وانتخابات سندوا النقد ما هيعمل شيء خلال الأشهر ما بيعمل صندوق النقد اتفاق مع حكومة رايحة على انتخابات واساساً حكومة يمكن تجتمع بسيما اجتمعت والأطراف السياسية الفعلية ليس موجودين فيها في ناس كمالة عدد نجيب مياتي ورياض سليم مارن عليها وصندوق النقد ليس جمعية خيرية بس صندوق النقد خبرية التي تجعل العالم يقطع الوقت وبهذه الأثناء عم بيراهنوا الزعمة يعني انه بيقدروا يثبتوا شرعية متحور مش بس بالكورونا فيه متحور لسلطتهم لحن كفيروس أسوأ من كورونا بكتير يعني بس انه هيدا خلال 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 طبعا ما يسمونه انتخابات طبعا بقانون أعواج بس هننتبهي لشاغلي انه الانتخابات بلبنان قال اللي بدي يترشح بدي يدفع 30 مليون ليرة يعني 30 مليون ليرة عم نحكي عن مع عاش سنتين ثلاثة يعني هيدا أول فلتر هيدا أول فلتر عاساس انه اللي بدي يترشح على الانتخابات هو عم بيشتري منفع ما في بلد بالعالم في بيوحد بيدفع طي يتسجل على الانتخابات عكالحاطة بس حاصله وبالتالي هيدا الأمر كلياته سوى خطير جدا نحن نعتبر انه ما بيجوز الرضوخ لهالهزيمتين ياللي حصلوا وما بيجوز ترك هالمسعى يستمر كمحدة على المجتمع ويؤدي الى اعادة ارساء شرعية على هذه السلطة ولو بشكل متحور لذلك الكتاب ياللي ذكرته هو قراءة سياسية بالحقب الماضي وحاول انتخابات نعم نهار لاحد بمسرح المدينة حاول محور انتخابات 2018 اللي كمان كانت بالاساس مسعى مهرجان لتثبيت شرعية وقته كانوا مرممين حالهم جابوا رئيس جمهورية واتفقوا انه رح يبقى سعد الحريري يعني ميشيل عاغن واتفقوا انه رح يبقى سعد الحريري رئيس حكومة ومكرون وعضنه بمصاري شي بيشبه اليوم كان قبل الانهيار رحوا عملوا انتخابات الكتاب بيتناول هالمسألة وبيظاهر قداش الناس مأسورة بها البلد بأدواره تاني شي داعين دعما ل حملت وين سندوقك ويراطت وجمعية المودعين لتحرك مسيرة يلي غايتها انه ينفرض على الساحة العامة جدول الاعمال اللي علاقة بحياة الناس مش استقدام مسرحة لنزاعات الاقليم القائمة والمنتية ولا من جهة تانية تنظيم سباق شكلي لكسب بعض البهرجة والرهجة وتعليق صور على الحيطان بمناسبة الانتخابات لنرجع نرد جدول الاعمال الفعلي الى الواجهة الشغلتين هيدول مربوطين ببعضهم يعني المسيرة والانتخابات او المسيرة والكتاب هن تنينتون بيتناولوا ذات الشي انه هذا البلد ما بيجوز انه الواحد يسلم بانتهاء المجتمع فيه كأنه قدر ما بيجوز الواحد يقعد نتفرج على مهرجان كل واحد يتحمل مسئولية الازمة هي محطة هي مرحلة انتهت والتاريخ ما انتهى وما بيجوز المجتمع ينتهي الازمة هي نهاية لفترة ثلاثين او اربعين سنة قبلها كان المجتمع غير شيء وبعدها فيكون المجتمع غير شيء ما بيجوز نقعد مرواضين خايفين ما بقى في رشوة هلأ ونرضى بتصفية هالمجتمع بيواقعه بحسناته وبعليته تتمدد قطر سلطوية بيخة وعاجزة وطافة وما بتتورى حتى تروح للجريمة نحن نحكى في كتير من اللي حكيته بيحمر هيك شوية نقاش مثل انه حملة مضادة من السلطة على الناس ولكن هي معقدة لانه مع جزء من الناس عاجز على كل الناس لما فيهم هنه فشوي صعبه واستقدام الداخل للخارج وهل في قدره لمنعه محلية من تدخل الخارج وشو يعني وكيف شكله في كتير تفاصيل نحكي عنا بالواقع الحالي نحن نرجع ساعة ثلاثة المسيرة والساعة خمسة بمسرح المدينة دعوي عامي دعوي عامي طبعا عالمسيرة أولا ثم عالتوية نحن نحكي شوية عن شاب المحاص خلي نوضح شوي شو اللي أخذك أول شي على الاهتمام السياسي بداية لأنه في واحد يروح بخياراته لمحلات خصوصا اليوم عم نشوف ماش بس بلبنان بالعالم كله فيه هروب من السياسي أكتر ما دخول إليها نعم وأي فترة من عمرك هذا الشي بلش يبين يعني كل واحد بحاول لما بينسائل عن تجربته الخاصة يقلف له سردية طبعا كل واحد بيتساءل لاش صار هيك والآخر هيك هالسردية اللي بيقدر واحد يقدمها بالقدر الممكن المصطدية فيها تكون غافلة مسائل مهمة وفيها تكون لقطة ومسائل قد تكون في منها إفادة لتجارب ناس آخرين بيتأمل يكون في شيء إفادة لناس آخرين يعني مالك المعرفة وهالتجارب اللي كل واحد بيعيشها متأثرة بعوامل عامة اجتماعية بتطال ناس آخرين بتكمل بعضها طيب الوعي السياسي خي أخر شي شو مفهوم الوعي السياسي الوعي السياسي هي بتقديري بتناتفاهم على المفردات يعني هي إن الشخص يعيد النظر يحاول يفهم يلاقي معنى للأدوار للمواقع للظروف اللي هو نوجد فيها لأنه ما في حدا من وجد بظروف بالأدوار متخيلات بالعيلة بالمدرسة بمعنى مصارى معنى لا شو مكان رجال بصبي بنت هاي دي كلها طبعا هوا كل هلونو اش من اختياره كل بني آدم بينوجد أمام خيار ما نهيين يلي هو ياما يعتبر انه هذه الأدوار كلها أدوار هاي دي هي مسلمات طبيعية ما بتستدعي تساؤل ياما يحاول يفهم ليش تا هالأدوار اختي هالشكل بما يعني وبالفوارق يلي بين الأدوار اللي ملقات عليه والأدوار اللي ملقات على الآخرين هيدا الأمر ما بيحصل بسهولة لأنه هيدا معناته تشكيك زي ما بنقول أدوار يعني يعني القواعد يعني الأعراف حكمة لانا في ناس عندها تشتغل عواعي سياسي لتفهم محيطة لتاخد موقع من ضمنه مش لتشكيك فيه يعني بمنطق انتهازي ايه فيه طبعا أنا ما عم بحاكم أخليئيا أنا هون أبدا مش عم بحاكم أخليئيا بس الواحد ما بيكون عنده تعريف عم تخام بس ندفعه المصطلح وعي سياسي إذا كان معتبر انه شخصه شخصه أمر معطى من هو هيك يعني انه هو شو بعرفني هو مرة أو رجال من هالعيلة من هالطايفة من هالطبقة من هالمنطقة من هاللغة من هالدين بيسلم بها وبيمشي خلاص هاو دي ايه هاو دي بيخدهم وبيمشي فيهم هيدا عم بيؤدي دور من دون جهد الوعي الوعي السياسي يبتدئ لما الشخص بيقعد يفكر شو معنات هالدور كيفتا أنا طلع لي هالدور وغيري كيف هالدور بيحد من فكري التي اللي بدي قاومه وشو الظرف يلي خلى هالأدوار تاخد هالشكل لأن هالأدوار بتتغير هيدا التاريخ هيدا العمل السياسي مجرد لعب الدور يلي محضر هيدا ما فيه وعي هيدا فيه نشاط فيه عمل سياسي بيعمل بيشتغل يعني متل من برمج بيمشي هاللحي وعنده هالوعي كيف بيتصرف انطلاءا من هونيك هون فيه كون عم يتصرف بشكل يفيد نفسه يفيد غيره ولا يضر ولا هون فيك تقدر لبدك ايه بس سؤالتني عن الوعي حوال جيوبك عن الوعي هيدا الأمر بده يصير بده الواحد يفكر شو الأسباب يلي بتخلي هالإعاطة النظر هالسعي للمعنى يحصل هيدا فيها تكون أول شيء من أسباب صغيرة يعني تنسميها بالتعريف العادي خاصة وفيها تكون من أسباب عامة بس الأسباب الخاصة لها دور كتير كبير الأسباب الخاصة شو هي؟ هي لأي درجة البيئة يلي الولد بينشأ فيها العائلة المدرسة الجامعة إلى حد ما توحي له بأنه هي هيكة ثابتة ما فيها تناقضات ما فيها فسوخ إذا كان بلش يشوف هالفسوخ بحال وجدت هيدا أكيد دافع أكثر لإعاطة النظر طبعا بساعتها هو ما بيكون شايفة هيك ولد صغيرة هيدا الفسوخ ما إلو فضل هو بوجوده ولا مش بعدم وجوده هيدا تحصل بالمجتمعات الفسوخ قليلي وألا ما بتكون متماسكة المجتمعات أنا شاءت الظروف أنه كان في بعض الفسوخ بالجو اللي ربيت فيه فيه أول شيء فارق عمري كتير كبير بيني وبين بايي وبالتالي هالفارق هالفارق عم نحكي 55 سنة يعني هالفارق بالعمر خلى أنه البلد اللي أنا عايش فيه كان بيتضمن كتاب التاريخ مثلا وبيتضمن الأخبار وبيتضمن الشخصيات والروايات الدرجة كان عم بيتناول كل هالحديث مرحلة يلي كان بايي عايشها وهو بالمباشر وخبرنيها بالباتل بالشكل الكتير واقعي ومباشر وبين مع وعي بالعمر يعني شوي شوي كيف الفارق هاي البين كيف عاشها الحقبة وكيف بيخبرون إياها بالمدرسة والكتاب والتلفزيونيات يعني ما قالوا ولا علاقة يعني مرحلة نهايات السلطن العسباني الحرب العالمي الأولى مرحلة الانتداب كلها الخبار ما قالوا علاقة بلي بيخبرون إياها بالكتب قبلها وهدي لولد تخلق له مشكلة لأنه شرعية المدرسة براسه قوي وشرعية الباية قوي بس بيصير بس بيصير حشور بيصير بيروح بيقرأ بيسأل هاي دي بنتلك هاي دي بذور فسوخة هاي شغلة وبالتالي هالة القدسية يلي الخطاب السائد مش بس بالمدرسة بالمدرسة والجرائد وكلها هاي حيلة القدسية هاي دي هي مانع ضد الفكر النقدي هاي دي تتفسخ هاي شغلة الشغلة التانية الفسخ التانية هو انه كان في فارق طبقية كتير حاد بين عائلة باية وعائلة امي من جهة عائلة من البرجوازية المدينية يعني باية ومن تانية جهة من جهة امي من عائلة ريفية في اللحية وطبعا هيدا الفرق كان محصوص وواضح بين علاقات العائلتان وبعضهم يعني شي ما بيحكي مع التانية شي بيتزلف له شي بيحتقره وواضحة متعين الشمس هاي دي كانت الى تأثير كتير واضح يعني على الصورة يلي كل واحد بيكونها عن مجتمعه جمالا الواحد بيكون صورة عن مجتمعه متماسكة يعني ذات الرواية، ذات الناس، ذات الطموحات يعني اذا جاي من بيئة ريفية بيصير ومرحلة انتقال الى المدينة بيصير محكوم بانه بدنا نعربش بالسلم وبدنا نجمع مصاري وبدنا نعلم الولاد وكل هالوصل الارتقال تنفوت بهديكي بينما اذا كان قاعد ببيئة برجوزية مدينية قديمة مستقرة بيعتبر ان هذه كلها اعتبارات سنوية وهو بهم والاستقرار وعرفت كيف وبيكون العلاقات حتى بالمجال بالمجال بالشغرافيا بختلفة انو احدي المدن علاقتن بحكيك انا بالخمسينات وبالستينات علاقتن بالشام وبالسكندرية اكتر بكتير وشيل خط بيروت الشام يعني علي وبحمدون وصوفر وشطورة بالنسبة لهم هذا العالم طبعا وفي مرسيليا وفي البابور اهم من علاقة بيروت اهم علاقتن بكسروان بكسروان او بالشوف او تمن بعد او بزغرته او بعكار او بن لبطيه اكيد ما بيروحوا لهونيك انو مساسا وهو ديكي بالعكس عرفت كيف بيصير وهدوليكي متجزرين بالضيعة لنقرايبين والاخره وهن بالنسبة لهم بيروت هي مكان يلي نازلين تياخدوا حقهم وحصتهم فيه طي يعودوا فرؤات يعني نظرتين للعالم وللكون وللجغرافيا مختلفتين حاستو ما هطور الشرح هيدا امر مثل بيعززوا شوية صور من نشوفها عن شكل البلد كيف كان مختلفة تماما عن اليوم يعني كانت فعليا فيه خدار حوالها بيروت كانت كلها شي ماشية وحتى المتن فالقطاع اصعب من اليوم صحيح صحيح هيدا فسخ بالتصور العالم حتى العالم القريب كتير قوي يعني فيه الحكي مين كان يحكي فرنسيوي ومين كان يحكي عربي على كله صار يحكي انجليزي انحالت بس هيدا الفسخ اللي هم تحكي عنه كبير بين بيروت والعقورة طبعا طبعا الفسخ هاي مين عنده سيارة ومين ما عنده سيارة كان فيه دواب وما كان فيه كهرباء وما فيه مي شو عم نحكي بس انت مسلا بالعائلة كانت من وين كان فيه سيارة مفروض لانه بيانك طبعا طبعا كان فيه سيارة وكان فيه سايق وكان فيه ايه اكيد بوقتها تطلع الضيعة بهيدا المظهر شو بيكون موقعك يعني غريبي رح تكون ايه طبعا طبعا انا على ذكرتك كان فيه بالعورة سيارتان يعني سيارتان اجرة اتنيناتون يعني واحدة رباة الهاشم واحدة الاهالي يعني تكون كمان ايه طبعا بقى هادي يعملوا خط يطلعوا وينزلوا عجباي الوقت يجوا ع بيروت يعني يبقوا محملين شنة وبقج وخبار ع السندوق ست سبعة عدين بالصف ورا واربعة قدام هيك ايه بقى السيارة كانت شي نادر السيارات بشكل عام كانت شي نادر بقى هيدا ايه اكيد يصدم هذا بعض العدوينيه طبعا المهزبة يعني كب بحث ع السيارات واخبار اكيد اه بتتعرض لهنا طبعا بس انه ما كنت شوفها هيك بس انا تقولي سؤالك انه شو بيعمل بالولد هيدا الامر هيدا بيعمل بالولد اول شي انه ما بيعود عنده بزهنه بعيونه صورة متجانسة عن العالم بصير شو عم بصير هودة كيف تحكي معهن اساسا ما بيحكوا عن غير مواضيع بيحكوا بغير لغة تبقى كيف عايشين بغير شكل بيوت هلا شوي شوي كله هيدا هيدا راحة هيدا كتير مهم هيدا بيدفع الشخص الولد اللي عيش بهيك حالي بيلزمو ياخد قرارات يعني مثلا انا ما فيك تعالجة اخلاقيا طبعا 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 بده ياخد هوي قرارات ان الحديقشال كتير بسيطة هي قضية اللغة مثلا ان الواحد احنا او دي وليال البرجوزية دي كل ايام وانه بيتعلموا عربية بس انو فرنسوي الاساسي يعني ده كنت بالجمهور ايه طبعا لسوا هي لما بيكون الواحد الدامها القصة بصير عنده انحياز عكسي انه لا العربية تكون شاطر بالعربية عرفت كيف بس هاي انت ايه طبعا في ناس العاكس في ناس بدا تكبل خلي انا بدا تفوق بهذه الفئة ايه مية بالمية لا لا وصلك لبعد شوي بس انه عم جايبني كيف بيخلق الوعي مش انه الواحد هو يا لطيف يعني فتحة زمانه بيتعرض الشخص لظروف تلزمه بمواجهة خيارات في ناس تتعرض اكتر لحالات تلزم باتخاذ خيارات وفي ناس تتعرض اقل بقى هادي المسائل هادي اتنين من البداية هيدول دفعوا دفعوني يعني الى انه اعيد النظر بمسائل كتير باللغة بقضية الروايات بقضية العلاقات الطبعية الاجتماعية وكله هذا كبعا مفعيل في شي تالي تصار بعدين اللي هو الحرب يعني انا الحرب كنت بفرنسا ومرحلة الدراستية بدايتها صارت الحرب هون انطلاعا من التساؤلات اللي كنت محاضرة بزهني ليلتلك ياهم شوي مع عدد من الناس كانت شي صاعق للحرب كيف معقول انه هاي خبريات انه الاخرين ايا اخرين ما بعرف جيران البنية شو كانوا عم بيصير فيهم شو عم بيعملوا كيف صار حديثهم يعني شي شي ما بيتخيلوا عقل هاي دي ولا دي انطلاعا من التراكمات كنت ذكر لكي هون بتأديري يعني دافع بحاول افهم شو بهون شو صار شوف هون المسافة النقدية عن المجتمع كيف بتصير شو قصتهم ليش عم بيحكوا هيك ليش عم بيعملوا هيك ما بعرفهم مش عم نحكي عن ناس مش عم بخبركم انا عن ومسائب كمان هون انه الناس يلي عندي تصور اني بعرف كيف بيفكروا تناخد التعبير الداريج بلبنان متنوعين متنوعين طبقيا متنوعين طائفيا لانو يبقوا بالبنية في من كل الاشكال لانو يعديم تالب وجوازية ما كانت مقصومة بوقتا مش عيشين بحي كلهم من نفس الطائفة ومن نفس المنطقة ما كانت بتكون اصعب طيب بقى وبره طيب بقى هيدا دفعني انه الى جانب دراسات اللي كنت عم بقوم فيها يعني بالهندسة اني اه نحط جهد بالاقتصاد من جهها وبالانتروبولوجيا لمحاولة فهمها الشي هدي كانت شغلي واخر وحدة الرابعة طلط الحديث هي انو خلال التمانينات طبعا كان الهم كله نرجع على لبنان فورا ولا واردة جنسية طبعا يعني حديث هدي ردة فعل على هال ما معقول هيا كيسر قولنا طموحنا حياتنا كيف انو هدا البلد يمكن اليوم سرقة من الحديث معك يعني انا جيل الشباب اليوم تعيوا ان يفكروا انو لا عن حسن ولا عن سوء نية سوء جيل الحربي اللي عاش الحرب اعتبر حالو غلط ندمان نظلم شو ما بدك بقى كان عنده نهم يعود طبعا هيدا شجع على الرشوة والنفاق التوزيعي يلي صار واتن الفلاسي يعود معنا المادي يعود معنا المادي طبعا طبعا والشكل الاستهلاكي الوقح يلي غلب على البلد خلال التسعينات وعقد الألفين هيدا كله الناس نغمسوا فيه لانه هني كانوا معتبرين انه انه خسروا سنين من عمرهم بالحرب بس بهالعمل المتمادي يلي ما تطولوا عمره سياسات مجرمة يعملوها متولي السلطة هلا بنرجع شو صار ألقيت الأعباء على مين على الجيل التالي اليوم اليوم هيدا جيل الشباب والبنات اليوم الطالعين معرفني أنا أول طلعتهم بالعشرين هاودي بالنسبة لقيلهم كأن الدني انهارت كلها سوا هاودي عم بيحملوا رد تتفعل جيلة اللي سابقهم طبعا المسؤولين فيه بس يخرط كل العالم هاودي ايه عم تلقى عليهم أكلاف هايلي بيهاجروا يمكن يندفع قصم منهم للاحتراب من جديد بس اليأس اللي متقصل عندهم هاي الهودي كتير مهم يكون فيه بيناتهم أو عندهم كلهم شعور هني مش بلين هناك رفض وبرر يكون قاسي وشريس لأنه هذا لما منقول قرارات سياسية قرارات سياسية مش حكي قرارات سياسية مخاطرات توزيع أكلاف مراهنات ما بيجوز بداية الشباب يقبلوا انه بالنسبة لقلهم انتهيت الدنيا بقى مطلع مطلع مرهم ما بيجوز لازم ينطفطوا بكل قوي هني ضحايا كتير كبار وإحنا بوقتها رجعنا بالتمانينات لهون رح أمشي بهول لأنه في تمانينات منفوت بالمرحلة اللي فيها حديث إذن في شي كتير مش بس من الشخص نفسه في شي كتير من الظرف اللي بيمرق فيه شخص بيحدد له شو الخيارات الموضوع قدامه صحيح مية بالمية فيه تلاقي تلاقي الخاص والعام الخاص والعام بيتلاقوا حكما طقاط وعاط بتتذكر حدث صار تأخذ خيار معه مش معه لأنه فعليا بالموقف السياسي اللي انت عم تعبر عنه كأنه فيه اعتبار واضح لفئة مصدومة ومش ضروري فئة ظالمة بس واقع ظالم كان فيك انت بالمقدرات بعدين اللي تعلميا تأخذ أرفع مناصب بالواقع هذا الخيار كان موجود ليش قررت الانتفاض عليه مش الاستفادة منه ده هو ما هي مش هيك صارت قضية قضية انت قلتها بشكل كتير دقيق اكيد الواحد لما بيصير بالمعطيات الخاصة تبع تجربته وتقاطعة مع تطورات عامة بموقع نقدي عادة نظر الاخره قبل ما نقول انه بيمشي مع هيدول او بيمشي مع هيدول ام جرب وقف قبل وهدا اهم بالتصوري وانت عبرت عنها ما بيعود بينحاز اذا بدك بسهولة للاشكال يلي الناس تتصنف ضمن يعني ما بيعود بيفوت او بيرضى بسهولة يندمج ب علب يلي كانت كتير واضحة بمرحلة الحرب وطابعة الطائفة ما بيعود في فوت فيها بالتالي هيدا امر حاسم ايا تكن التطورات بعدين يعني بيظل موجود خلاص ما بيعود بيحس انه الى معنى هذه الكتل يلي كل واحدة منا ايمي على عدوينية جوهرية اذا بدك تجاه اخر ما بتعرفه طبعا ما هو الاخر العلاقات العدوينية بتاخد مداها لما لما الخصم بيفقد صفته الواقعية تخلق صفة ايه بيصير شرير بيصير عرفت كيف يعني حتى وقت بالكاريكاتور كيف بنرسم بوقت الحروب الخصم بيفقد بيصير متخيل يعني بيصير ما بدك تعرفه ما بدك تجرب تفهم منك مضطر ما بتعود مضطر تحاول تفهم ليش ته من هو خصم في هذه اللحظة تصرف بهذا الشكل لانما بتوصل لهالمنطق بتصير مضطر حكما تفكر انت اللي منت ملائله كيف تماما يعني هالثونيئية ما بتعود اسرتك بقطب قطب تاني هيدا الامر بيحصل ما حنعيد الحديث لما بتتقاطع ظروف شخصية ترغم على اتخاذ قرارات و ظروف عامة يلي كنت عم بقل لك هي الحرب يعني ما في اكتر من هيك اكتر من الحرب يلي صارت بلبنان حرب انطلقت بلبنان من رهينات تافهة اخدوها اشخاص تافهين وقدت الى بمواكب التغيرات بالمنطقة قدت الى تدمير تدمير مجتمعي اللي ركب المجتمع اللي ركب بعض الحرب غير اللي كان قبل هذا شي نحنا اليوم امام مفصل اسوأ منه يعني في مفاصل بتاريخ العالم مش كل يوم بصير شي مهم في محلات بصير شي مهم مطلع السبعينات صار شي مهم مطلع التسعينات صار شي مهم هلأ عم بصير شي مهم هايدي المفاصل الواحد لما بيصلى ازا كان ظروفه الخاصة اهالته انه ما يرتضي الانجرار في الموجه للمجتمع بغالبيته بيكون من جرال مش عم نحاسب هون هايدي لحظات بتكون حاسمة جدا لانه بترتب شعور بمسئولية كتير كبيرة مش من باب انه واحد هو افهم من غيره من باب انه بهالمحل هذا معنى تجربته الحياتية كله سوا بينطلح داخل المجتمع الواحد في بيقات بتكون متماسكة اكتر من غيره اذا بيتجوزوا من نفس البيئة بيتجوزوا من نفس العمر بيتجوزوا من نفس الطبقة فبصير مش من هايك اغلب الناس بتكون بدل امتثال ضمن واقع اكتر من التفكير في النقديين اقلال وما كان بالعالم اقل النقديين عكي حال بيعزبوا بيتعزبوا البشر بمسائة دائمة للتماسك للتماسك بحلقات بقطر شو ما كانت العيلة الطبقة الطايفة النادة المجموعة كلها الهويات هي حاجة دفاعية قدام دنيا متغيرة وبيصير فيها شغلات غير متوقعة وإلى آخرها ونهاية تموت شو هو الشي اللي بيخلي البشر يحسوا بثبات بيفتشوا بيخترعوا بيعملوا جهد استثنائي تيقدروا يوحوا لأنفسهم بالأطمئنان الهويات ضد الأرق طبعا طبعا الهويات التمسك بالعيلة بالطايفة كله هذا شو هو للشعور للإهام الذاتي بالطمئنينة وبالثبات من شان هايك لما بتكون الدنيا خربطح ولا يون لأي سبب حتى بالمستوى الفردي يعني إذا واحد كان عم بيمر بمرحلة صحية دقيقة صعبة إذا ولد عنده امتحان إلى آخره بيرجع بيرجع بيشد العصاب كيف بيصير بيعمل اندورة والعفك إنه هيدا هيدا عال إنه مشي طبيعي كلنا هايك يعني إنه القلق يولد مش يقل يولد الثورة أبدا القلق يولد الانزواء يولد تكاتل يلي فيها تنزلي مرة تانية بسهولة خطيرة جدا إلى العنف هيدا الشي اللي بينطرح بالمفاصل التاريخية الحاسمة مثل يلي كان بوقت بداية الحرب بلبنان ومثل يلي هلأ نحن كتير بذكرني معافزة حاضرة الفيلم ميتريكس يعني الريد بيل والبلو بيل يعني بتاخد هاي بتعرف الحقيقة بس الحقيقة فيها صراع بتاخد هاي دي كي بتعيش بعالم متخيل مطمئن بس ما فيك تأسر فيه تكون انت عظيم انتقلت لفرنسا ايه وتعلمت بداية بالبولي تيكنيك انجينيرين بهندسة ايزا بده شو اللي دفعك للتعلم بالخارج ومن ثم شو اللي دفعك تكون عم تعمل ثلاث اختصاصات يعني بين بداية بالهندسة بعدين الاقتصاد ومن ثم الانتروبولوجي واني بالآخر كل شي فيه الداخل بين بعضه بس مش بالضرورة يعني هو فيهم يكونوا قصص كمان بعيدة نعم حكيت انه الحرب دفعتك والحاجة للمعرفة الواقع اللبناني دفعتك بالتجاه الاقتصاد والانتروبولوجي ليش ما رحت علم سياسية طيب لحقلك طيب الهندسة هايدي جاية من استمرار ازا بدك للمسار الدراسي قبل يعني كنت شاطر بالمدرسة وهذا اصعب شي ممكن وقتا تحدي تحدي تم ماشي لها قملنا مرحلة تحضيرية المباراة بولي تكنيك بون اي شو سي طيب كان بها الوقت بلشة الحرب بالبنان بولي تكنيك هي دراسات هندسية عامة مش تطبيقية التطبيق خد بون اي شو سي عاساس انه اعادة اعمار لبنان من الوقت يعني منطق اربانيسم اكتر منه بناية لا البناء البناء التحتية والتنظيم المجال اللي بنا التحتية يعني شبكات النقل الطرقات المترويات المرافق المطارات وطبعا التنظيم المجالي هيدا كان بمع ليش هيدا مش غير شي لانه بدنا نرجع نعمر البناء كان عمدي خرب هيدا عمدي كان عمدي انا 76 77 يعني طيب ليش الانتروبولوجيا الانتروبولوجيا لانه كان بالنسبة السؤال الاعتراضي هوا كلهم خيارات شخصية ولا الاهل كان لهم دور انت اخدته انا اهلي قلت لك والدي كان صار كتير عم كبير بالعمر وطبعا نتابع وما ننسى لاني جي اليوم نجي جيلنا انك ناتا نقدر نتالفين على لبنان كانت معامليا يعني نقدر نحكي مرة بالجمعة وبالجمعتين لما منلاقي محل تليفون ويكون معنا قطع ويعلق وما يعلق وكان يجينا طروضي من لبنان الكتيب وقصصات جراية ما كان فيه انترنت وواتس اب شكاية بسيطة هاي الارارات كلها شخصية هونيكية طيب اذا الانتروبولوجيا كانت بمسعة لمحاولة فهم هاي الحرب والروايات اللي عم بتواكبها كيف كيف صارت كيف تبلورت كيف تشكلت هذه الكتل الطائفية والسياسية كيف روايات الحرب بلشت تطلع وقتها روايات الحرب كان هيدا الهم الاساسي طبعا هدا بيسمح واحد يشوف مجتمعات اخرى كيف فيه منتظمة انظمة القرابة انظمة الملكية تاريخ بما فيه تاريخ منطقنا بشكل نقدي هيدا كانت منطلقة اذا رد على على شي كان صاعق بالنسبة لجيلنا شو عم بيصير الاقتصاد اجيت مواكبة لهذا الامر بيطقاطع بين انه اعادة اعمار البلد وكيف بده تتمول وكيف المشاريع وكيف كذا وكان الموضوع البحسي اللي عملت عليه وقتها هو مسألة السكن والعقارات ينهلي على اساس انه طلعوا مهمين بعدين طبعا على اساس انه الدمار طالا وقضية الاجرات وبلشت الليرة تنزل وإعادة الاعمار اعزان الهم هيدا هو اللي دفع لها الشغل بس من 75 76 رجعت على لبنان بال 79 نعم يعني كمان هون في خيار اخدتوا كان فيك تبقى بفرنسا بس سألت كان في عندك رفض لانه بدك هون يكون في دور من منطق مقاومة واقع يعني بفرنسا كنت عايش مع الفرنسوية وعندي نشاط اجتماعي وسياسي بفرنسا وكل شي لا نحنا جيلنا نحنا رحنا قبل الحرب يعني فيه ناس راحوا على برا خلال الحرب وبسبب الحرب وطبعا هلا العام نشوفه نزيف هيل جيلي راح بالحرب اول شي كانوا قلال لبنانية لبنانية حتى بباريس يلي احد مقاصد الهجرة التاريخية كانوا قلال يعني مين فيه لبنانية يبقى فيه مطعمين صغار بكل بريز يعني واحدة مرة كانت متجوزة عسكري فييتنامي من وقت ما كان فيه جيش الفرنسوي هون عنده من المطعم صغير بيه طعم فييتنامي ولبناني وواحد تاني عنده محل بيطلع مساحته وابعرفش 15 متر مربع هي هي ما كان فيه شي غيرهم يعني كان فيه بالمدينة الجمعية دولة الفرنسوية مع ترتيب عندينه ناس بالزمانات حاصلوا في بيت اللبناني وفيه الكنيسة المارونية عنده حد الكنيسة الفوية كمان بيبريز بسرعة بتعرفهم كلهم ماش متل ما بعدين صار طيب وبالتالي لما يروحوا طلاب لا يدرسوا هونيك يبقوا قلال ما عرفوا بعضهم يعني نحنا جيلنا بمعظموا بهديك الفترة بعدين كل واحد طريق واخدت مسارة ما كان بيجو ان احنا رحين نعود بفرنسا ابدا وخاصة لما صار الحرب وانو هنرجع وخاصة انو صار فيه بوقت معين وهم انو هاي الحرب خلصت بالستة وسبعين بالتالي انا كنت هيدا تحدي مش قضية يعني اعطيك فكرة انو وقتا ما كانت درجة الناس يطلبوا جنسيات مسلا عفكرة وكان الباسبور اللبناني مقبول كتير منيح كمان بس ما كانت عادي ما كان شي عادي ابدا يطلب جنسيات قسم كبير من رفقاتنا ما كانوا يجيبوا اشتراك تليفون واصلتنا احنا موقتوا راجعين انو غير عقلية عن خلال الحرب وما بعدها طبعا طبعا بالمرة غير عقلية بالمرة يعرفت انو الصورة مختلفة اذا بدك العالم تغير هيدا الامر كان كتير طبيعي انا كنت مستعجل بعد ما قدمت لطروحة يعني خلصتا بعد ما جيت لهون بسنة بنرجع للبنان طبعا اكيد نرجع للبنان هيدا التحدي بس انت وهونيك صار في حرب ايه رجعنا بعيز الحرب ما مشك خلاص ما بصير رعب لك هيدا بصير حاجة حاجة لواحد يعطي معنا لتجربته الحياتية شو منعود بفرنسا نعمو ان احنا فوتشتغل بشركة فرنسبية طبعا كان متاحة يعني عملنا استجات وكل شي بنرجع للبنان ومساقة بوقتها كان يضي ظرف يلي كان شي انه منشأ الانماء والاعمار عرفت كيف وعم بينشغل على قضية 76 طبعا رجعت انا على هالاساس وكان كل طموحي انه كون ومشاناك عملت الدراسات هيدا انه عم ساهم بيعادت اعمارها اساس انه طيب بس هيدا الشي اللي هلقدي واضح بنظرتك يعني كان هادف من الاول كتير بفترة قريبة وربما غريبة وصل وصل لمحل طموحه تعرض بعضين الاشكالات انه انت رجعت على لبنان بلاش تعلم بالجامعة لبنانية بكلة الهندسة جاء انا جيت على لبنان تأشتغل بالانماء والاعمار جيت بالانماء والاعمار كانت وقت المخابرات طلعتنا خبرية انه انا بش بفرنسا كانت داعم الفلسطينية وبالتالي مشتوب ما بفوت على الماء والاعمار من الوقت تبين بعدين مين باعت الاخبارية بتطلع رايبين وماشي الحضر بقى اه صادفت بنفس الوقت انه كان فيه طرح لتأسيس اول كلي تطبيقية بالجامعة اللبنانية يلي عم تتأسس بعد ما الميليشيات قصموا الجامعة يعني جاي احد فروعة كانت تفرعت الجامعة طبعا الطوايف شرقية وغربية كان بعد ما انتشر العلم من غير شر بكل زوج بقى هاي دي كانت عم تتأسس اول كليه تطبيقية واول كليه عم تتأسس بعد مرحلة تفريع الجامعة وطقصيمها كليه تهندسي التقاينا مع عدد كنا الشباب صغار يعني كان اللي مكلف العميد جاك نصر كبير بالعمر والبيئيين المدرى الفروعة ومعيونين ومكنا خمسة ستة يعني عدنا نكبينا على تأسيس كليه تهندسي اه فت تغرب بس هدا بس بالحرامي من فوق فتت يعني ما بلشت اذا عم تفوت على تأسيس كليه كنا عم نأسسها سوا نحطينا البرامج وعدنا كل واحد منا يشوف مين عنده صحاب برا يرجعوا تايجوا يعلموا ومين قادر من خلال علاقاته برا بالجامعات او ما شابه زلك يجيب اجزاء من المكتبة هبات او يجيب مختبرات وعدنا نأسس هالكل بس هون بين هلالين الهجرة المعاكسة بظروف الهجرة بتكون فيها خارج البلد فيها تكون مفيدة حتى على الصعيد الشخصي لان ما بتصور لو كان البلد مستقر كان دغري واحد بقدر ينتقل هالانتقال السريع صحيح بس تأنهيلك ع هالنقاطة بس تأكيدا على اللي كنا عم نحكيه منه شوي كان فيه سهولة فعليا بكتير من الشباب وقتها الصباية كانوا قليل بره يلي درسين دراسات بكليات كتير مهمة انه تعوا يجوا كانوا يجوا خلال الحرب كانت تعرف حرب حرب كانت الحرب بعد طهر بالله والصبح بقى يرجعوا من دون عناء كبيرة يعني كتار رجعوا هلأ أصعب هلأ بقى سؤالك هيدا أمر كمان هذا كمان مفصل مهم يعني بعضين فتنة بغير إشياء بس انه لما خربت القصص أكتر بلبنان يعني بعد اجتياح 82 فعليا يلي صار انه هونيكي بلشت الهجرة تقوى مش ببداية الحرب لما الهجرة قويت يلي حصل هو انه بالمعنى النسبة إذا بدك الناس يلي بقيوا هون وعندهم يعني مهارات معينة بسبب تمادي الشغور والتفتت وإلى آخر وتيحت لبعض منهم وانا كن عندي الحظ انه بعمر بعض من شباب صغار عم نحكي بعد العشرين ات كنا انهم يوصلوا لمواقع مسئولية فعلية كتير بكير هدا أمر كمان مش بيحكم إرادته يعني بس هيدا أمر كتير بأثر بمسار الشخص يعني بس مانه بموقع مسئولية يعني تعامل مع عدم اليقين يعني هو باضطر ياخد قرارات ما عنده معرفة وين لا تود بالضرورة وهيدي بتأثر على مدى بعيد وعناس كتار هيدا بسرعة اضطر شائط الظروف انه صير مواع هيدا الزلمة اللي بيشتغل تلك استاذ بالجامعة ما بيتعرض لأشي اللي بيشتغل شو اسمه موظف بادارة يعني يلي بيشتغل بموقع استشاري مثلا منو بهالشي يعني بيعمل شغله بفل يعني بعمل شغله بفل ايه هيدا كمان كانت عنصر اضافة تجربة لانه حتى نحن بالجامعة بسرعة الجامعة تأسست فيه ثلاث فروع كان من الاساس فرع الاول حط مطرابلوس الفرع التاني بيرومي والفرع التالت اللي احنا كنا فيه بلاشنا عدنا بمبنى كلية التربية على الونسكو بعدين ايجت ميليشيا شحطتنا بعدين اخدنا استقجرنا مبنى على طريق المطار بعدين ايجت ميليشيا احتلتوا وحاصقوا كانت حياتنا صعبة شوي بس هالفروع الثلاثة كانت مصممة اول شي انه فيه مباراة دخول واحدة تاني شي فيه بعدين فيه عدد الاختصاصات هالاختصاصات مش متكررة مش فيه زيت الاختصاص بكل المحلات بدك تروح تروح لهونيك هايدي تنرد على مفعيل التقصيم طيب هايدي الامر اشتغلناه بوقتها بحماس شديد بس لما بمفصل 82 ثم بالسنوات اللي تليتها يعني 84 والاخره بلشت تتمأسس التركيبة الطائفية اللي اليوم شايفين ما في عيلها كله هيدا ازيل وطبعا صارت فروع مقصمة متل كل شي واصبحنا قدام خيارات كتير صعبة يعني الخطف والتهديدات مش بس بالعلمات التهديدات بالحياة والاخره خلت كل واحد ياخد خيارات صعبة وبيترك التعليم شو بيعمل بيت فترة طيارة تطير من بيروت تغط بمطار اللايعات وعلم بطرابلوس تروح على اللايعات ورجع اجي من اللايعات تعلم بفارع طرابلوس تبهروح تعلم نقطع على الحاجز هايدي امور بتعرض للواحد وبتأثر كمان بشخصيته طيب سنة 82 صار الاشتياح وبتم اختيارك من بعد لمشروع اعادة اعمار المناطق التي تهدمت بفعل الاشتياح وكان على رأس هذا المسعة رفيق الحريري من هون بتركب علاقة مع رفيق الحريري وبتنتهي بخلاف قصة هون بتبطل كتير بس بالشخصة بتنتقل العام لانه عم نحكي عن اعادة اعمار نعرف شو كانت مفعيلة بعدين وانت كنت احد مسؤولين بهيدا الشيء بالمباشر خلينا نحكي شوي عن هيدا الموضوع على تعايدات في التجربة الشخصية ولكن في التجربة العامة وما تقول طيب اشتياح 82 حدث مفصلي ما حضيف شي علي انما كان من نتائجه طبعا انه تعطلت خلية كلية كانت عطري المطار يعني ونيك نهار بيسائب وبيعلق التليفون كان التليفون تيشتغل يعني تكون مفاجأة بعلق التليفون بيطصل فيي استاذ زميلنا بالكلية مرحبا كيف كنت طمنا عبعض ما طيب ماشي الحال شو وينك فيني ايجي يشوف قالت له ايجال عندي قال لي تعرف الكلية مسكرة وتلميز انطي شارين وين ما كان الشباب الطلاب يعني ونحن الاساسيدي كمان كل واحد مجربي يدبر اموره انا في شخص رابطي صهر يعني اجع على لبنان بمهمة مكلفه واحد مقاول معه مصاري كتير بالسعودية اسم رفيق الحريبي قالت له ايه ولو ما بريس بعرف مكتبه كذا قال ايه بقى اسمه فضل شلق وعم بفتش ومكلف انه في لمساعدة متى ما خلصت الوقت كانت متعددة جنسيات تيجي وصارت متبحت صغبة وشتيلة والاخر هي بدا تيجي المساعدات وهو مستعد يساعد كمان من ميله لرفع الانقاض والجتات والالغام والاخبار وصاص طيب بقى عم بيسألني انه بين انتو وبين الاساسيدي والطلاب وكزا ما هيدي شغلة تكون في مجال لتساعده بتحب تتعرف علي بتقول له اكيد ولو ما بعرف مين هو وكنا بالمدرسة ياريين كتب بي وعلي شلق ودخل رحت التقيت مع فضل اول جلسة كان اخي تقوضى اول المزرعة بمكتب احد اعضاء بلدي جيت بيروت وقت قاعد هونيك وععدنا بلشنا نحكي صديقي فضل انه فتنا بين اشيات سياسية وفلسفية وععدنا شي ساعتين تلاتة كانت المجموعة اللي عم نحكي عنها فضل وكان فيها اربع خمسة اشخاص كمان بينتهم اللي كان مدير الفرع اللي هي تهندسة بلال عليلي كمان صديق يعني ابن عبدالله عليلي وكم شخص اخرين انه طيب النظم عملية عطل عمار بقى مجلس البلدي بيروت وافق انه الملعب البلدي اللي كان ايك الاصف تحول لمستودع للمعدات يعني الونوشي والكاميونات والجرافات والاخبار ومشغل للصيانة وتنظيم الفرق اول شي فرق الكشف على الابنية بعدين برمجة عمل طيب وكان في مهام اخرى كمان هي اعادة ترميم شبكة الكهرباء والانارة يعني حصلوا طيب انا كنت مسؤول عن رفع الانقاط وعم نحكي عنه غير طلاب اللي جبناهون وكمان استعنت ببعض الاصدقاء منهم كان يعلموا بكلية الفنون يعني كانوا عم بدرسوا هدول عندها معمارية كمان الكشوفات يعني كان عنا كل مبنى منصاب نعم الكاشف نحدد وسائل التدخل كيف بدو يصير الشغل اولويات محل ما ممكن يكون طبعا حظوص دير قليلة يكون في ناس بعدها يمكن طيب تحت العنقاط وشو المعدات اللي بلازم تنجاب يعني بتعرف البنايات بيروت من عد البنايات الحجر معظمة محلات لوصفت هي بنايات بطان يعني لما بتطبق بتطبق طبقات فوق بعضها وبالتالي الواحد يقدر يرفع طابق ورا طابق يعني بطان عم نحكي بدهم ينزلوا الشباب الشغيلي فيه ابطال بتدفع المدني عن جد وقت اشتغل وكلهم تطوع يلي عم بتنزلهم بيسلي من ونش ع العالي ومعهم اه الات قص والات الحام طي يظهروا الحديد ويربطوه بكبلات وبونوش تقدر ترفعه طي ازا كان فيه امكانية لواحد يخلص او ازا كان فيه خطر الغام كمان والتكتشيل الغام وهو دي بنكونوا محميين يعني وبالتالي عمل جابة معدات لحميتهم الشخصية من ينفجر وكل واحد مربط بحبل امان وحبل اساسي يعني هاصلو بقع بنحكي عن عمل يلي يشتغل فيه زماني مغلط يمكن شي شي مية وخمسين ميتين مهندس هادي غير المسيحين وحواله 3000 عامل يعني بان سائقين وامال وهذا العمل مرحلي من حياتنا يعني من الاشياء يلي تذكر يعني انه في بعض الابني اللي كانت وضعها كتير خطر كتير خطر طبعا نحن نعمل الكاشف نبعث النتيجة لمجلس البلدي مجلس البلدي يعطي مهلة نظرية ما حد رح يعمل شي 24 أو 72 ساعة للمالك ده ينه ما في يعمل شي المالك وبالتالي يصبح وقته ممكنا التدخل بصفة بلدية مش المالك طيب معظم السكن وقته كان ببيروت اجار لما قلت ما كان فيه ملاكي بعدين اشتخبرية المالك كأن الواحد تقدر يسكن بده يتملك حديث تاني هذا لكن همي نعمل البحث اللي تروحة على قضية السكن انه محاولة المحافظة القدر الممكن على مادية المأجور ولو جزئيا يعني في بنيات قدرنا ندعم على عشرة وابق الدرج وقوضة 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 بكل طابق تيضل المأجور قائم لحفظ حق المستأجر ما انه زأوزيل كليا بيصوت وبفهم كمان انه في بعض المالكين يجوا يحاولوا يضغطوا يرشوا ما بتستاهل شي لنزلها هيدا البلد عاش كل هالشغلات بقى هيدا المرحلة وطبعا خلال ايام ايجا طلب طيب وكننا التقمع رفيق الحريري عادي يعني وقتا ما كانوا لقى بالسياسي بس كان هو مش بلش ينحكي انه هو وسيط سعودي لا لا هيدا عم بقى لك هيدا كله هيدا كله نحنا عم نحكي بخريف 82 وصولا لكنون شباط 83 بعد مصر ما سمي حرب الجبل وجناب ولوزان ما في شي منه كان مستيزرا فيه يعني ما عطي نقش ونبرمج وكذا وطبعا بفترة وجيزة ادخلت المملكة السعودية تحط توضع على كل الايليات انه هذا تقدمه من خاتم الحرمين الشريفين يعني صارت السعودية عم تتبرع بهالمسألة هيدا العمل انتهى رفعت الانقاض كلها سوا نحكي من بيروت وضواحية خلال فترة ثلاثة شهر وصلنا لنقطة يلي انه خلصنا طيب تهد عمرية طلب وقته رئيس الجمهورية كان امين جميل يعني طلب من رفيق الحريري انه طيب الحقتوا وعملتوا الشغل بيعطيكم العافية في وسط بيروت ما زال عندكم المعدات الفضيعة والخبرة والشباب وكذا كاملوا وسط بيروت طيب كأنقاض ولا كإعادة رفع أنقاض وزالة متاريس وكانت المتعد الجنسيات يعني بين الجيش اللبناني وخصوص الفرنسيين كنو كل ما ينراح لمحل ينعمل كشف إذا في ألغام قبل منه ما مدفوتكم بطفا بطفا بقى إجعل أجعل طيب شباب كاملوا 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 يا عمي كيف يا رفيق ما فيه نكمل قال لي ليش قلتوا أول شي تحت ما حدا نساكن هذا الوسط بيروت أساسا ما كان فيه سكن تجارة هذا تجارة نهبت البضاعة وبعدين حول إلى ساحة للمتريس يلي جماعة الميليشيات يبلشوا الساعة أربعة خمسة بعد الظهر كل يوم يقوصوا ويخلصوا وجه الصباح وما حدا داعس هناك أساسا دمر كليا يعني والدمار زاد والدمار بلش بالستة وسبعين خمسة وسبعين بس بين الستة وسبعين سبعة وسبعين واثنان وثمانين كون هالمنطقة تحولت إلى ساحة يعني إلى مسرح مقرف إذا بدكن لها الشيء تمام نكون عم نحط كفوف زيادة هالأبنية اللي هي بمعظمة أو بقسم كبير منها أبنية حجر وقرميد وبعض منها كان طين حتى مش نطين بالبطون بين الاحجار تسربت المي لألة وبالتالي الدمار زاد كتير مش بحكم القواص والرصاص والأزايف إنما لأنه ما بقى فيه حماية للأبنية صارت تداعى من الحالة بقى قلت له قلت له لا قلت له ما هي هذا وسط بيروت هذا عمل مخطط لإعادة تنظيمه السبع وسبين هذا كله بدراسة عمله ساهم وفيه صاروا قلت لبقول مدمة الله يعني عاصم إسلامه وآنري إده والآخر هي قصة كبيرة عليها دراسات ما منفوت هيك منجرو فونيك هيدا إعادة بنائه خاضح لشروط وفيه وظائف أساسية بدأ ترجع توحد البلد مركزة هونيك غير التراث المعماري وإلى آخر إلى آخر هادي مش خبرية إنه هادي بنائة مضروبة من هدة هدة لا أكيد لا والإمن عافية هايك ويحني وحاصلوا المستندات وإلى آخر هي بقى أصر رئيس جمهورية ما بنسى نحنا كنا تحت كان فضل وبلال وأنا وعدد الشباب سوئين والله يرحموا كمان في يحيى العرب كان وقته مرافق لفضل يعني بعد حاصد وإلى توفى بالانفجار ما عرفيه بقى ورافق الحريري عم بقل لك ونزل أمين جميل ومعه عدد من الناس صار يقشروا هاي البنائية هاي شيلة هاي شيلة هاي شيلة بعضهم بمنطي بعضهم محكومين كانوا شو بدنا نحكي شي موجع بعضهم منطي اللي حكمهم منطي المتراس من قبل المتراس وقدمت أنا ثلاث صفوف بنيات هاي شيلة وهاي شيلة وأنا إركض لورا أقول للشباب سوئين الديناين يعني الكثير الكبير نسي هدي كو روح بروم هونية كالاخري قدرنا نخلص بوقت جزء كبير مما اللي بيعرفوه وبعضهم ممكن كبار بالأمر اسمه سوء سرسو وقال لك نمحك هلق رجعوا محجوه بعدين طيب رجعنا شو بدنا نعمل هلق تقول له ماشي بدنا نطلع عند أمين جميل ونقل له انه هاي القصة مش هكتا تمشي وهايدي الخبرية تستدعي انه ينعمل إعادة كشف على كل الأبنية تال مخطط اللي وضع ب77 نشوف شو بعد صالح منه شو يلي حصل تغيرات واقعية بحكم الدمار يلي بتستلزم إعادة نظر بأجزاء منه وإذا ما وهيدي قللي بسا بديخد وقت تقول له خي معنا الشباب من دفعين يشتغلوا ليلة نهار وفينا إذا بدك مناخد عينة مناخد منطقة منفرجيهم كيفية وكيف مفترض تصير مش خبرية تشيلوا وحطوا قال طيب صار هلت اتفاق قال طيب معكم تقول له بدنا شهر قل تصور خمسة عشر يوم هل خمسة عشر يوم في عدد من الشباب والصباية مسحين ومهنسين ومهنسين معمريين ما في تصور لواحد شو صار شغل وقتا يعني ما في لا ليل ولا نهار تم اختيار منطقة سوق الطويل سوق إياس وشارع لحويك كعينة يلي تم رفع كل الأبنية الواجهات والأناطير والأعمدة والسقفية والسألات كل بناء ببنائه ما كانت المعدات مثل اليوم عم نحكي بعدنا بالتوبوغراف أصعب بشوي نعم شو أصعب بشوي ونعمل تصميم لكل بناء من هذه الأبنية ونعمل مكات لا صارت تنعمل لطوكات ما بده شي مكات ونعمل محترف وإجا شخص محترف من فرنسا درب عدد من الشباب اللبنانيين على صنع المكات هلأ صاروا مشهورين هلأ بطلة ما بس تعلموا المصلحة وطلعنا قدامنا هالعرض كان بها الأثناء قضية الأنقاض انتهت تحركوا عدد من الناس تأييدا أنه بسط بيروت ما بينترك بأيش شكل مش خبرية جارف وتم توقيع عقد بين مجلس الماء والإعمار والشركة اللي تأسست وقتها معنوا لحد هيك انتحملت ترميم وأنقاض اللي اسمها أوجي لبنان يلي عمل عقد بين الإنماء والأعمار وهالشركة لتحديث مخططات إعادة ترميم وسط بيروت مع عقد موازي مع شركة دار الهندسة للدراسات المتعلقة بالشبكات الفنية يعني الطرقات والكهرباء والتليفون والمي والمجرير وأطلقت عملية على كل الوسط التجاري وتم اختيار كمان مرة مبنى نموذجي تنشوف إديش قادرين بهالأبنية القديمة نعمل ترميم عن جد مش ترميم كذب مش نصبه نبطون ونلبس بعدين قشرة ورق قشرة حجر رملة وقرمية كذبة من فوق وبلش الشغل هيدا بوقت ولقاين بعض العالم يلي بعد بيعملوا توتية تنتنة ويلي بيعرفوا يشتغلوا الحديد مش بالتلحيم بالتطعيج مثل ما كنا عمل بالزامنات حديد الدربزينات وعملنا بحوست نشوف شو هي المواد يلي بتسمح بنجف حجار من دون ما تروح البتين لونن مش بترشن كلن بالرمل وبتمسحن وشو هي الخلطات يلي فيها تسد بخويش وتوائم تلوينة الحجر رمل يعني فيه شغف كان كل هالشباب والبنات اندفاع ما في تصور بس شو الغاية تواحد هالقدي عم بيروح هالمحل لان فيه واحد يجي يقول لك انه اوكي بس تجاريا بتعمير بأرخص بتحط اشرة حجار شو تدافع ورا هيدا لانه هالمديني هاي بس خليني نكمل لك شو صار هيدا شغل شغل هيدا المبنى هو بالحقيقة اربع مباني في بيناتهم جسر بسوق الاروام تقريبا انجز لما ولعت الحرب بتشوفه بعلي انجز فعليا فعليا لكن شو عم بيقلك بفترات قصيرة ما بيتصور عقل انجز تنفيزا كعينة تيعرض بقلبه المخطط طبع المنطق اللي سوا انجز علقت الحارب خربت البلد قصم من المعالمين والمعمرجية فلوا ورجع لقواص وقف العمل هونيك بس تقلك بأي سرعة بهالوقت هلا بوصل اجوابك بهالوقت اشتغلنا مع مجموعة من العالم على وضع برنامج لإعاطة عمار وسط بيروت لأنه الدمار زاد ماديا بس في شيء أخطر بكتير انه البلد المدينية تعودت تعيش بلا وسط بالستة وسبعين التجار اللي كانوا محلاتهم والحرفيين المحلاتهم كانت بالبلد وراحوا موقتا شيء يفتح له دكان عالروش شيء يفتح بيته وفتح أوضب الأشرفية بياغراض بس كلهم بزهنهم كان انه بترجع الأمور إلى نصابهم تماما بين السبعة وسبعين واثنان وثمانين تعودت المدين تعيش بلا وسط يعني صار فيه شارع مارلياس وصار فيه سوق بالأشرفية ما كان في شيء منهم أو كلهم تعودت المدين تعيش بلا وسط مش بس الجامعة تقصمت حتى الناس طريقة تنقلة وان صاروا يروحوا وتغيرت وبالتالي الاستغناء عن وسط كان صار هو الخطر المشروع يلي إعادة بناء وسط بيروت ما عاد قائم بس على أنه مثل ما كان بالسبعة وسبعين أنه هيك هيك المنطقة هلأ فضيت بحكم الحرب خلينا نمر كم مشروع كانوا عاملين من قبل يعني شوية توسع الطرقات وأهم شيء المترو ونرمم بعض الأحياء يلي شوهت بالأرمات البلاستيك صار في عنا هم له طابع سياسي أساسي اللي هو تحويل هذه المساحة إلى الرابط الفعل الوظيفي يلي يعيد توحيد المدينة بحياة الفعلية يعني شبكة النقل العام أكانت سكة الحديد أو المترو أو محطات انطلاق البساط بتكون مجمعة هناك مسألة تركيز معالم أساسية المكتبة الوطنية قصمة أساسية من الجامعة الكونسيرفاتوار الأوبرا كله بيكون هناك قصر المؤتمرات بيكون هناك تجبر بما فيها مناطق سكنية لفئات طبقات اجتمعية مختلفة ترجع تعمل جهد استثنائية تستفيد من الدمار كفرصة مثل ما هلأ عم نحكي عن الأزمة ترجع توحد هالمدينة وتخلي هالمدينة مش بس تتوحد ترجع تفرض موقعها عصعيد المنطقة كلها سوى لأنه واحد بيعمل مدينة هو بتنافس مع كل مدن العالم هيدا المشروع الترجم بشغل لوضع هذا البرنامج يعني التحديد بكل المنطقة شو الوظائف شو نوع الأبنية شو الشبكات شو كلفة وواكب هذا الأمر كمان هيدا خسارة لي إعطاؤه زبدك الناحية الفنية الناس تحس شو حجمه مش خبرية ترجع رمي ملياكي في مكان مارون بغدادي وقتا لعمل فيلم عن هالمسألة واشتغل معنا ناس دانيين واطلقت بناء على هذا البرنامج مباراة بالهندسة المعمرية كونكورت ارشتكتور عالمي ساهم فيه من كبار المعمريين بالعالم يعني من اليابان لفرنسا يعني وكان إلي وقتا حظ أنه بهال وقت بهال عمر وحب يكون عنده حماس وإدرة طبعا يكسب خبرة مع الوقت بس بيخسر الهمة يعني كانت الورش عم تشتغل التصميم الهندسي عم بيشتغل التصميم المعماري عم بيشتغل البرنامج الاقتصادي كله كان بزيت الوقت بها الكثافة هيدا كله ياتوا فينا نقول من خريف 82 لخريف 83 بالتالي لما كنت عم تسألني انت ليش هالعناية بالأبنية خيل مصالحة اللبنانيين مع تاريخهم لما مصالحة اللبنانيين مع عاصمتهم بيستاهل هذا شيء لما الواحد اليوم بيروح عبلاد المتقدمة كيد بيروح يفتش عشغل خصوصي بالدمار الموجود بس بيروح كمان يفتش على على طمقنيني هو يروح على الجامعة في مكتبة في حديقة عامة يمشي على الطريق نحن ما فيك تمشي على الرصيفة وفيه اشي حلوى فيه اشي حلوى يلي بتوحي للناس انه هذا المجال العام هذا له قيمة مش بخاف منه لانه بالمجال العام انا انا بخاف من الشيعي ومن المراني ومن الدرزي وكل واحد بده منطقته المجال العام يصير مشاكل هيدا المجال العام لازم يكون شي بهي يكون شي مرتبط بتاريخ ومش مستحيين بتاريخنا تاريخنا لا هو ماصع ولا هو اسود ولا تاريخ حدا هايك هيدا التاريخ ايه رجعنا الابني رجعنا مع بعض كبار العمر نسترجع تاريخ بناية بناية هيدا مقام ابعراق ما كان حدا منذكر وكان محلي بيع ازرار هلا عاملين وانو باكتشفوا وده نحنا مع الناس خديرية عادنا نشوف شو كان هيدا الابنية القديمة كان في الاثارات بعدين شو بنا نعمل بالاثارات ياللي تحت كيف بده تعرض كيف بده تأخر المشاريع عمل سبر لمواقع معين لانا نتأكد من وجود منشآت رومانية وبيزنطية وكنعانية تحت العناية كانت مرتبطة بهمين من جهة اعادة توحيد لمدينة ومن جهة تانية اعطاء قيمة فعلية للمساحة العامة مشكل واحد عنده دعوائته وبيسكر الرصيف وبيسكر الطريق وبيأزز البالكون هذا كان الهم هذا سنة بها السنة بما انو هم تقول الجزء اساسي من الشغل انجز بها الفترة الصغيرة نعم تا واحد يجرب يتخيل لانو منعرف الموجود نعم شو كانت مفروض تكون يعني هيك ببعض معالمة عن شو عم نحكي شو الاختلاف عما حصل لاحقا نعم الاختلاف الاختلاف كامل بس لا شو اللي صار تهل تهل مسيرة توقفت رح نوصل بس انا اجرب نعم اي تحط المكات هيك تخيلا هلا مش موجودة يمكن بلا موجودة محفوظة بسنديق بفرنسا بتصور تفضل هلا الفلسيت الشركي بس هنو حكيت عن مترو مثلا طبعا هدا وام بيكون حكيت عن اوبرا حكيت عن جامعة لبنانية هو كيف كان تخيلهم مفروض يصير طيام تخيل كان قد وضع تصميم للمترو بشبكة مكونة من خطين بيطاطعوا بساحة البرش تحت الارض وبوقت بدأ تنفيذ فعليا اسنان عم نحكيه ما خاصنا فيها بدأ تنفيذ ما يسمى بالخط الساحلي وكان ضمن التلزيم يلي معقود في نفق المترو اضفنا لذلك تمديد خط السكة يلي بيروح على الشمال ويلي بيروح على الشام ويلي بيتفرع منه للجنوب الترين السكة لوصوله بمحازات ساحة البرج بشكل انه يكون فيه محطة مركزية تجمع شبكة البعيدة المدى يعني الترين مع الشبكة القريبة يلي هي المترو سألتني عن المنشآت السقفية المنشآت السقفية كانت تضمن انه واجهة تلة السراية يعني ما فيه السراية وحد منها مبنى العدلية القديمة يلي صار هلأ للماء والعمار هيدا حفته فوق وادي ابو جميل هيدا كل هالحفة هي منحدر تلة هيدا بتكون كل ياتا واجهة للمكتب والمحفوظات الوطنية بعمق تلة كان انه القسم يلي المنطقة هنيك كمنا خط تماس كانوا المنطقتين شرقية وغربية من غير شار كبو الزبالة بخليج النرماندي شفنا اذا كان هدى بيزال كانت صارت صعبة وتم اعتبار انه هيدا بيكون حديقة عامة محل هلأ ما الزيتون بايا محل كل الردم من دون تكبيره مثل ما هو بس بحمايته ومش بين عمل في مارينا هيدا بيكون حديقة عامة تتضمن بالتحديد مسرح بالهواء الطلق وهيدي بتكون موصولة بمسار على تلة السرايا مثل عام قللك اللي هي المكتبة الوطنية تلة السرايا عام نحكي بقفة شارع المصارف لا لا تلة تلة العليا اليوم السرايا هي تلة هي تلة فعلية بيروت هاي كانت حدود مدينة بيروت الرومانية لان هي تلة كانت عليا قلعة مش مش يشوف التضاريس الارض كيفية والزاوية يلي كان موجود الرنج تبع فؤاد شهابي اللي هو الزاوية اللي خلفها يعني حوارة كنيسة البروتستان يلي كانت مدمرة هي وأنقاض الكنيسة بتكون مركز دا الكونسيرفاتور والأوبرا يلي بيكون عاطي طلطو للبحر لتحت يعني عاطي أمسي بس هيدا كله تصمم حتى حتى خرائط التنفيذية يعني طيق هيدا توقف فعليا بخريف 83 لما رجعت اندلعت الحروب الداخلية يعني طبعا إسرائيل كانت من نزمتها تنسحب تولعو بس رنعيد الحديث هيدا بيعرفوها الناس من بعدها صارت رجعت ستة شباط وصارت من بعدها صار في شي كتير مهم من بعدها على إثر حرب تشوفوا علي تدخلت السعودية وسورية مباشرة للملمة عودة الاحتراب الداخلي بمؤتمر جنيف ثم مؤتمر لوزان هيدا هو المكان يلي كلف فيه رفيق الحريري بدور سياسي كممثل للسعودية مقابل ممثلين لسوريا بطاولات الحوار يلي عقدت وقته هون انتقل رفيق الحريري من متعهد معه مصاري وبيشتغل بالسعودية ومهتم بلبنان وإلى آخرها إلى لاعب سياسي حتى وقته ما كان أبدا لاعب سياسي أبدا يعني كان علاقته بالدولة بالإدارة بالمسؤولين السياسيين بلبنان بلبنان إنه هو متعهد عادي أبدا ولا طابع سياسي كان بتاتا النقل صارت به المفصل تحديدا وشو أثر هذا على المشروع أثر كتير أثر كتير هذا أثر على المشروع بأنه تدريجا خلال طبعا صارت جناف ولوزان بعدين الاتفاق السوليسي ما اللي بيعرفون نوجعكم رأسكم بالتفاصيل كله صار قديم هدا هيدا أثر على شغلتان أول شي هيدا دفع رفيق الحريري أن يتحول إلى لاعب سياسي أساسي ضمن ثونئية السعودية سورية بقلوا السينسين يلي أدت إلى تركيب النظام الجديد اللي بنعرفه بس وقتها ما كان هلقدم بقصة الظاهرة هيدا العمل التأسيسي انعكاسه على وسط بيروت كان التالي بتأديري أخطأ قطأ رهيب رفيق الحريري إجا فكر أنه ضمن هالحلقة اللي صار هو جزء منه فيه إمكانية انطلاءا من وسط بيروت اللي هو تعرف عليه بمشروع الأنقاض يعني ما كان له أي عيات فيه أنه يعمل مشروع عقارة يمكن أكبر مشروع عقارة بيخترع بين إنسان هيدا أمر عائد من جهة إلى كل واحد يعني مثلنا كل واحد محكوم بشو تجربته وشو تمو خاطو معتبر هو إنه مثل ما اشتغل بالسعودية وبني شركته وساروته والآخره فيه نعمل زيت الشي هون بدأ يتغير مسار المسألة بداية توقفت الورش بقيوا الشباب بالدراسات يشتغلوا كذا بس إنه أخف إلى أن تعطلت كليا وبلش الخطف بحكي بالعربعة وتمانين وبالجي والاغتيال والآخره بقى إجا اللي بدنا نوقف خلصة لقصة قلت له ما بيجوز هيك الشغل العمل والدعان ولا يمكن كلنا مقهورين بس إنه بدوا يجي وقت هالشغل حدا يرجع يكمل حرام يروح هك قال شكو يعني قلت له بسيطة نروح مع 2-3 إذا هون ما فينا نشتغل ببريس هون تلك تنق أوليات وخطف وصاص بقى و منستكمل الشغل ومنضبط من أرشبو والقصم يلي مننجزه هو مرحلة الانطلاق يعني أي واحد بدو يجي يبلش بتكون معمولي كل الدراسات التنفيذية ودفاتر الشروط والآخر لمرحلة التمهيدية سمانية فاز وليمينار وبينعمل تصورات لأنماط العقود وأنظمة التعويضات والملكيات والآخر هالعظيم خلال هالفترة وضع تصور للنظام الأنوني اللي بيرعى هالمسائل وكذا وبدأت تبرز فكرة مناقضة لكل هذا الكلام يلي هو تحويل هذه العملية إلى شركة تجارية عقارية هون هي بصورة معلنية أنت تكون موجود هذا الشي حقا طبعا وطبعا شركة عقارية معناتها بدنا نغلي الأراضي معناتها ما بدنا نعمل مترو لأنه المترو بيصير وبيجوا ناس فقرة من وين ما كان بتوطل أسعار الدكا اللي بضاعة اللي بيبيعوا الناس بتكاكين وإلى آخر تغير المشروع كليا طبيعي الصحات العامة بطل إلى أين الصحات العامة بيصير الوصلي إلى وسط بيروت بدل ما يكون هين بيصير لازم تصعب وبالتالي بتعمله حولاء وتسترادات ما تقدر تقطع يعني طول الحديث وبالتالي بيصير بدنا نردم أكتر وأكتر بالبحر لأنه هون مناخد أراضي أكتر يعني ما بنفوت الحديث تتحركها من فوق بالإيط تتصور عم نمشي بقلب المكات فيزيك يعني ما تكون معمولي لكن كله كله معمول هذا بقى هيدا كله ألغي ونجيب شوي شوي ناس يلي قعدوا يطرزوا هالخبرية إن كان من ناحية قوانين الشركة العقارية أو إن كان من ناحية تغيير كل مش بس المكات والخرايط تغيير كل مفهوم الوسط التجاري يعني بدل ما يكون المكان يلي بدنا نستفيد كفرصة من إنه هيدا شغر تنرجع عن أول شبكات الوظيفية الاستقطابية والترابطية فيه صار بالعكس تماما كيف هذا بدنا نعطيه امتيازات ونفصله عن محيطه تيكون هذا كأنك بشي جزيرة بالبهامس يعني بدل ما تصير عاصمي بتجمع العالم بعد قسمة صارت جزيرة صارت جزيرة صارت جزيرة لا مش فصل جزيرة يعني فيك تحطها وينما كان عمليا إذا بدك الشي اللي نشأ بالجزر بالإمارات هو منطلق من نفس الفكرة بعمل خبرية طبعا عشوائي بتسكرها يعني وأنا بحط فيها تجهيزات وببلط للرصيف بحال بعيد عنك مئة متر الرصيف بتفك رأب فاك إذا مشيت علي رفكي وبحط إنارة وهذا على المال العام يعني ما بدنا ندخل بلد شي بشع كتير للأسف هذا الأمر تنع فيه رفيق الحريري ونظرا للعليقات اللي كان نسجة هو مع باقي زعم الميليشيات اللي صاروا زعمة بلبنان هلأ ومع الجماعة السورية هذا تم إقراره بمجلس النواب قبل انتخابات 92 ما كان رفيق الحريري لا رئيس حكومي ولا رئيس حكومي بلوحة 91 بقاله وهيدا كان مطلوب بكل وضوح ضمن ضمن البيعة بس أنت الصدام معرفي الحقيقة أنا صار بنهاية 85 على هالموضوع على موضوع تغيير المقاربة للانتقال من إعادة عمار وسط بيروت إلى تأسيس شركة عقارية أول ما الظروف تسمح بذلك صار في خلاف كمان الخلاف كان صريح بهالنقطة ولا فلات لا لا كان صريح كان صريح فانو نحنا ما حنمشي بلصة وانت عم بتغلت قال إذا مش هيك بدك تحلل عن نات فل طلع عطا أوامر وقتا للموظفين تقولوا غيروا لي مفتاح مكتبه وممنوع للحراس اطلع على المكتب أنا كنت مسؤول اسم الدراسات يعني بكل وضوح طلع في بعض الشباب والصابية قدروا يطلعوا لي نسخ عن التقارير يلي هونيك نشكرون هني بيعرفوا حرم عظيم فهذا حلقة رح تنقصمها حلقتان لأنو من هون بالرايح نروح شواء أكتر على بعد تجربة خاصة عندك بالعمل المصرفي من بعد 86 صرت مسؤول بأحد المصارف وتوازيا مع هذا العمل المصرفي كان بداية العمل العام بأشكال مختلفة وأهمية يمكن عمل المصرفي إنه من بعد ما حكينا عن إعادة أعمار الوسط باختلافه عن ما تحقق عبر سوليدار بعدين فيه كمان المقاربة المصرفية لأنه البلد صار هون عم بيتركب فيه شي مهم 97 98 كانت محطة أخرى هنتقل لهذا المرحلة دخن سيجارة